اهلا بحضراتكم مرة تانية واخر فقراتنا الحوارية ويمكن زي ما الرئيس عبدالفتاح السيسي قال ان 2017 ده هو عام المرأة لان حملات كتير جدا طلعت بتساند المرأة وبتتكلم كمان عن المرأة بشكل ايجابي جدا فرحتي مش بس فطرحتي هحقق طموحي من غير قيود ده شعارات الحقيقة رفعتها طالبات وطلاب كلية الاداب قسم الاعلام ده في جمعة عين شمس في مشروعهم التمهيدي اللي نفزوه وكان اسمه مش سمكة زينة المشروع ده عبارة عن ايه؟ المشروع ده عبارة عن فيلم قسير مدته تقريبا ديئتين بتكلم بقى عن معاناة المرأة في المجتمع بشكل مختلف وكمان جديد فكرة المشروع او الحمل الانتشر فيلمها بسرعة البرك على معوقع السوشيال ميديا بتوصل للمجتمع المصري ان مهما البنت هتواجه سعبات لازم توصل لهدفها وان المرأة لا يمكن تكون مهمشة بأي شكل من الاشكال سواء كان السبب من قب راجعي او زوج جاهل وده طبعا حسب وصف صانعات الفين اللي منورينا النهاردة في استوديو عاصل ابيض ازايكو عاملين ايه؟ معايا النهاردة مرنا ايمن وشدوى هشام بصوا بقى انا في اسئلة كتير وتفاصيل كتير جدا عايزين احنا وجمهود نعرفها لكن حالتنا على الاول نشوف الفيديو اللي انتم جهزين هنا ونرجعتين يسألكو بقى كل اسئلة دي سيطا Lower اهلاً وسهلاً حاضلاً استاذة سهرة بعض وصولك لهدفك، ممكن انتم ايه نزا قدر تتحقق ايه؟ براء رسمة ايه وبتاعي؟ رح ساعدي مغفو المطبخ ايه الحلوه دي؟ شغل ايه بعد الجواز ومان مين ههيرب العيال عشان امن اني مش سمك الدينة كنا مندمجين في الفرجة على الفيلم الحقيقة وخليني ابدأ مع برحب بيكو طبعا مرة تانية شدوى ومرنا والمرأة مش سمكة زينة ويمكن ده كان اسم المشروع اللي انتو المشروع التنهيدي عندكم ليه اسم الفئ يعني ليه مرأة مش سمكة زينة لان اصلا دوري سمكة الزينة ايه ان هي بتبقى في البيت الفرجة وبس بتتملش حاجة تانية اهم هيكون شكلها حلو عشان لما حد يبصلها يتبسط طيب حاجة لطيفة يعني في البيت نفس الفكرة اللي هو الناس وغدانها ولات عن المرأة في المجتمع عندنا نحنا عندنا مشكلة في الحتة دي ان البنت لازم تكون مظهرة مش مظهرة شكلها يكون حلو شون بقى اي حاجة تانية يعني هو الشكل او الحاجة مش معنى كدنا البنت تكون نا وزي ما شوفنا في الفيديو الزوج بيقول لزوجته انت عايز تشتغل يليه انت هتعودي ما هي صامكة بقى فعلا هي زينة انتي مالكش حقي ان تتميل اي حاجة خالص نحنا حابين كن حابين غيروا فكرة دي انه هو البنت اهم حاجة يعني اللي هو الوى الشكل اي حاجة تانية دعته عليها قني شبعم طب انا عايز اعرف زمعيلكم كنتي له معاكوا في الفيديو هل صحنا كانوا بيمروا بنافس الاحساس عندهم ولا كان مجرد مشروع تخرجوا وخلاص عزين تخرجوا ما إحنا كلنا يعني اصلاً احنا منفز الفكرة كفنات كنا مؤمنين بها جداً حتى هي مسيرة الدور وإحنا وإحنا بنخرج ونصور وكل حاجة كنا حسينها جدا يعني أثرت فينا أول ما شفناه إحنا نفسنا يعني اللي هو إيه أثر فينا اللي هو فعلاً ده بيحصل معنا بيحصل دايماً كلنا عارفين إنه ده بيحصل مع كل البنات فهي كنا حسينه يعني طيب خليني أسألكو كمان هل النماذج اللي إحنا شفناه في الفيديو دي دلوقتي موجودة فعلاً في المجتمع المصري أو ده كان من وحي خيالكم وبصور النموذج اللي أنا شفته ده ده موجود كتير جداً موجود بنسبة كبيرة إحنا أصلاً قبلنا نبكدي الحملة عملنا يعني سألنا كذا حد ممكن عدد كبير من الناس اللي إحنا اللي فيه لسه نسبة كبيرة من الناس لسه تسكير إحنا وإنت تتكلمي شايفين على السكرين صور الحملة أو المشروع اللي إنتو عاملين دي بتاعتكو صح كده؟ طميمة وإنه هما برضو وهي دي الفكرة منتشرة جداً لأنها منتشرة بعدد بنسبة كبيرة في المجتمع يعني هي لسه موجودة بنسبة كبيرة فيه فكرة في سوريا نسبة لسه سوريا مؤمنين بفكرة تانية لكن النسبة الأكبر مؤمنين البنت لا أعياء شكله بس طوات في البيت طميلات الشغل كل أفكار دي كل ذا طيب احكولنا عن كواليس تصوير الفيلم إيه الصعوبات لوجهتكو ولا كنت خلاص متمكنين من التصوير كله من كل التفاصيل؟ حسنا في البداية أول حاجة أصلاً أن إحنا كان مطلوب مننا نعمل الكامبين دي عامل المرأة مش إحنا بس إحنا وكل التيمز اللي في القسم فإحنا جلنا عايزين ناخدها من زاوية جديدة زاوية ما تبقاش متكررة فقلنا خلاص إحنا نظر أن البنت تقدر يعني هي ما تبقاش مجرد سمكة دينا لا هي تقدر مش هنجيب السلبية بس إحنا نجيب السلبية وبرغم كل السلبيات دي هي قدرت طبعاً أول ما نزلنا شغلنا فكرة السلويت ده أصلاً لأنه وعن إحنا نجيب أبيض كده ويبقى يبقى 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 مثلاً خيال بس أو كده طيب خليني أسألك على آخر حاجة طلاب لسه بنات ما منزلتوش ما شفتوش مشاكل ما وجهتوش المشكلات اليومية الحياتية إحنا بنقابلها كسيدات إيه أكتر المشاكل اللي شايفين أن المرأة فعلاً بتواجهها في المجتمع المصري وإنتوا محتاجين أنتوا تعملوا سترس عليها سريعاً المشكلة أن هي دائماً مش بيقدروا حجم الحاجة اللي المرأة بتعملها دائماً هي ستة اللي عملتها أو بنت فهي حاجة مش مهمة أو حاجة عادية دائماً مش بيقدروا حجم الحاجة اللي بنعملها مش مقدرين دورنا في المجتمع كبانين نا إحنا هنقدر وبتقالي زي ما العيسى عبد الفتاح السيسي قال إن هو ده عام المرأة 2017 أنا بشكركم شكراً جزيلاً مرن أيمن وشاد وحشام طالبات بكلية الأداء بقسم إعلام زميل أنا خارجة أداء برضو قسم إعلام بشكركم ونورتونا مرسي لك طيب إحنا خلاص حلقتنا خلاص للأسف خلصت يا رب حلقتنا النهاردة تكون عجبتكم بكرة قبل ساعة ونص من دلوقتي يوم جديد وحلقة جديدة إن شاء الله من عصل أبيض ومسائل عصل أبيض عليك يا شاري مسائل عصل أبيض يا حبيت أقل بكرة إن شاء الله نتقل